يا ولد يا ميمون يلا يا حبيبي يلا علشان تاخد شاور بكرة عندك مدرسة عشان تفرح وتتبسط مع اصحابك كفاية لعب بقى استاني استاني يا ماما شوية استاني لسه ما خلصناش لعب لازم اخد الريفنج من سنبا لازم افوز عليه يا ابني كفاية لعب طانتم و سنبا اتصلت بيا وقالت لأقولك انت و سنبا تروح وتاخدوا شاور عشان تناموا بدري وتروحوا المدرسة بكرة ان شاء الله حضر حضر يا طانتم و ميمون انا هسمع كلامك وهسمع كلام ماما وروح اخد شاور وانم بدري باي باي يا ميمون بقى اشوفك بكرة في المدرسة ان شاء الله ها ودلوقتي يا استاذ احجتك بقى علشان ما تاخدش شاور وتروح البيت انت كمان بصي بقى يا ماما انا هروح معك البيت بس شاور انا مش هاخد شاور انا خلاص تعبان ومرهق من اللعب وعاوز انامه بس اشوفك بكرة بقى ان شاء الله يا حبيبتي انا دي المدرسة جميلة اوي ونضيفة والوانها حلوة انا اكيد هستمتع وهلعب لعب جميل اوي مع كل صحابي ايه ده بس هم فندر اتاخروا اوي ازايك يا زيزي شفتوا مدرساتنا جميلة ازاي او او يا ميمون صحيح صحيح المدرسة جميلة بس ايه ده في حاجة غريبة اوي في ريحة مش حلوة هنا ايه الريحة دي معقول مدرسة جميلة كده بقى فيها الريحة دي ريحة ريحة ايه انا مش شامم اي ريحة مفيش اي ريحة ابدا هنا احلا احلا دي كمان بطوتة اهي جت حمد الله ع السلامة يا حبيبتي يارب تكون سنة سعيدة وجميلة علينا كلنا اه اه يا زيزي انا جيت بس بس في ريحة غريبة اوي في المكان ده ايه الريحة الغريبة دي وادي ارنوب وصل كمان حمد الله ع السلامة يا ارنوب انت اجاي بالجزرة بتاعتك تروح تيجي حتى المدرسة بالجزرة بتاعتك اه اه يا ميمون مسكلا انا كنت خايف بقى جعان فقلت اجيب جزرة كده اهو اكل صحي ناكله خلال اليوم الدراسي وخلاص بقى طب يلا يلا علشان القبلة شكلها دخلت الصف علشان ما نتأخرش بنستمتع باليوم الدراسي من اوله يلا هنبدأ مع بعض الدرس الاول يلا يا ميمون قولي يا حبيبي واحد زائد واحد يسوي كام يسوي اتنين يا تيتشر شاطر شاطر يا ميمون دايما شاطر برافو عليك وانت يا زيزي يا حبيبتي يلا قوليلي خمسة ضربة خمسة يسوي كام انا حافظة جدوة للدرب وكله يا تيتشر خمسة بخمسة بخمسة وعشرين شطورة يا زيزي كلكم شطر يا حبيبي بس هو في حاجة غريبة قوي في الفصل هنا في ريحة غريبة انتو مش شامين الرحة دي لا لا ان لازم اكلم مديرة المدرسة عن الرحة الغريبة دي لازم نشوف ايه المشكلة ونصلحها يلا دلوقتي وقت البريك بتاعكم تقدروا تروحوا تاكلوا الاكل الصحي بتاعكم وتلعبوا شوية واو دا المدرسة فيها النططية المدرسة فيها ترامبولين تعالوا كده شوفوا بقى مهاراتي وانا بنطع النططة الفوق خالص ونزلوكوا تاني على الارض كده عن النططة من غير ما تعوي نط ايه يا ابني نط ايه يا ابني دا نقدر نط عشر نطط في المرة الواحدة تعالوا كده تفرج تب وسعي وسعي كده انت وهو وهي وشوفوا كده النطة بتاعتي ألي هب ألي هب ألي هب الله بقى وبعدين في موضوع الريحة دا يا ميمون ما تزعلش هو انت اخدت شاور مبارح لان انا قاسف انت كل ما بتقرب الريحة الوحشة اللي بنقول عليها دي بتقرب معاك معلش انا قاسف اني بقولك كلام زي دا بس دا حقيقي ايوة صحيح يا ميمون انا صحيح زيزي صاحبتك وصديقتك بس صعب جدا في ريحة فعلا وحشة بتقرب كل ما انت ما بتقرب ايه دا انتوا بتقولوا ايه انتوا بتقولوا اني ريحة وحشة اه يا ماما انا قاسف انا صحيح ماما مبارح قالتلي اخد شاور وانا مردتش لاني كنت تعبان وقعدت لعب كتير جدا مع سنبا في الحديقة يا عبيبتي يا ماما ياريتني كنت سمعت كلامك انوصحابها يحبوني ويلعبوا معايا دلوقتي يا ماما يا مامتي يا مامتي تعالي لو سمحت ساعديني وديني شاور عشان اصحابي يرضو يلعبوا معايا ويحبوني زي زمان تعال يا ميمون يا حبيبي تاني مرة تسمع كلام ماما لان ماما اكتر حد في الدنيا بيحبك وعايزك تبقى جميل ورحتك حلوة واصحابك يحبوك وما حدش يقول لك ياكي يلا يا حبيبي خد الشامبو وادخل خد شاور عشان تبقى جميل وكل اصحابك بيحبوك حاضر يا ماما حاضر ده اتاري الشاور ده حاجة حلوة اوي انا كل يوم لازم اخد شاور ان شاء الله عشان ابقى جميل ولطيف صباح الخير يا صحابي انا اخلاص اخدت شاور مبارح وبقت رحتي جميلة وماما حطتلي برفان الله الله يا ميمون عالجمال انت جميل وشعرك جميل ورحتك حلوة يلا بقى بينا نلعب مع بعض خلوا بالكم يا صحابنا ماما اكتر حد بيحبنا لازم نسمع كلامها لما تقول لنا كفاية لعب يبقى كفاية لعب يلا عالشاور يبقى يلا عالشاور ونشوفكم في فيديو جديد باي باي